بسم الله الحمد لله و السلام علي رسول الله الآن نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة شرح أسئلة القبر تسأل في القبر عن ماذا ؟ سأل أول سؤال عنه في القبر كيف تتعلم الاجابة الآن هنا و تعمل بها و تدعو إليها و تصبر لا يمكن أن تجيب في القبر إذا لا بدنا تعلم الاجابة عن هذا السؤال و نعلم الناس أحياناً تقول ربي الله ربي الله ربي الله هو الخالق و هو الرسم هذا تربيع تنبيه الأدس تربيع للباطن الله سبحانه سبحانه وتعالى أنزل الكتب و أرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم السلام حتى نتربى في الباطن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا يعرف أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بما عرف posts الله لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة ولا يسيرا لغير الله كما يسيرا لغير الله فهذا الفعل من الخصوصا لا يقبل خلال الله وإنك تشغل من العبادة وإنك تصاف بأسفل إذا لا أقبل الخصوص بأسفل وإنك تصاف أو أنه لا يسيرا لغير الله وإنك تصاف بأسفل لكن اخواننا مهم جدًا . ينبغي التنبيه عليه لا مابلن من معلول بشيال ، غني البورق من المستوى نحن الان نتعلم الحكم على الفعل الحكم على العمل انا واضحنا حقد سوى قرار محاكم اليوم نحن الآن نتعلم الحكم على العمل كلها من المناس كافر كلها من المناس ضهم كلها من المناس مبتدح هذا ليس لنا. هذا لكبار العلماء. هذا للمحاكم للقضاء الشرعيين. نعم. لو جاءت نمر الآن قالت قال لي زوجي كذا وكذا. هل أنا طالب؟ ما هو خروج من الجنة في القضاء الكثير من؟ ما تقدروني؟ أُسهلوا ليس هناك فتفة يمنحون. لا. إذن لابد أن نعرف العبادات حتى نصرفها لله سبحانه وتعالى نعم من العبادات الدعاء الدعاء القسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسأل دعاء القسم إلى قسمين دعاء القسم إلى قسمين فهي جميلة من اكبر اريد toilet وإذن أن يكون الناس أنه يأتي إلى قبل رجل يقول ان يطلب منه الرزق أو انزال الترجم هذا شرك أكبر لا أخذ على قسمين فإذا جاء كبير وأن يحب على قسمك إن يمكن أن يكون قسمك عامات الأسماع نزيد من الشرطة إما أننا نطلب من مخلوق أي شيئا لأي فهذا الصحب أعطاء من الشرطة أم مالذي من أن لصبحتهم لهذا الشرط لن تأثيره أن يكون طلب من حي لا تأثيره إما أن يكون طلب من حامل لا تغنيب يعني ما يمكن أن أطلب من إنسان وأنا في هذه البلد وهذا في الهند أكثر شرطة توشرف 60 د إن كيف Jean Dogen إن ك kept using men لا يمكن أن أطلب من الإنسان مشلول لا يتحرك قلعطني كاسة ما مثلا اكتنشي غرشوغو قدرت جتكن ايجرد قيمل دواء اترقان ايجرد قول قبط قيمل دواء اترقان ايجرد قيمل دواء اترقان لا بد أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بده يجب المنافع دفع المضار والله سبحانه وتعالى نوعيد مرة أخرى نوعيد مرة أخرى przysz encouraged ذ playback ذ bugün ذهي نظر ذهاكون اكترا ذهاك سبية ذهانات تقول بيانتاز لكثمين الآبين لقسمين فيما يقدر عله لله صرف الغير لا شركك بال سورة، تقول بيانت الآبين لقسمين لقسمين فما لا يقدر عليهم الثاني أطل من المخلوق شيئا يقدر عليهم وكنت معرفة تقول بيانتاز لجولuve من المخلوق هذا سوروت، أدود وقتهم، فبده التظار، فتح في دجازة جوني لعادة سبب مثل دعاء الاستعان أعني على حمل هذه الطاولة هل يصح هذا أكون إن اوفر لهذه الشرطة مثلا الآن اصبحتنا بسرعة جلدات مياها امري ان هذا سروح تصيب ولأن هذا ثانية فهل يبسيئ في البحر وينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أغذري هل يصح هذا أورا بصدق امري إذا تغفرت هذه الشروط الأربعة الصحوة إلا كان من الشرك إن قسم الناس في الإعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسار إذا كنت تغفرت في الأسباب إلى ثلاثة أقسار قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب شرعية مثل الرقية الشرعية وحسية مثل الدوا لديه عالم في البطن فماذا يصنع أخذ شيء من العشاب أخذ دوا وشرب هذا السبب محسوس أو أخذ يقرأ على بطن الفاتح هذا السبب شرعية نعم الرقية الشرعية نعم الثاني بعض الناش التي يشكل خطط من الشارع في المنزل أن تعالى جشود للتغرف الثاني هذا الجيب من من أولد الذي يحل في المنزل هذا المنزل هذا المنزل أو هذا المنزل او المنزل في المنزل الذي يعيش في الجبل نعم أو 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 الساد المحطة محطة المحطة 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 أو هذا حافر الفرس أو نع القديمة أو بعض الخراق القديمة أو بعض الأشياء أو بعض القطع من الميتات أو بعض الأشياء يأتي بها من البحر أو بعض الأشياء يضعها عند البيت لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالها أسبابا لدفع العين نقول هذا الشرك أصغر لأنك تعتقد وتجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب لدفع العين هذا الشرك الأكبر هذا الشرك الأكبر وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع الجن بنفسها تنفع وتضر بذاتها هذا الشرك الأكبر ولكن هذا الشرك الأكبر هذا الشرك الأكبر نعم الثاني لدينا أقسام الذبح لدينا ذبح لله هدي و أضاحي و عقيقة و صدقات لدينا أسدق فريق لا يوجد الله أكبر محببا وتعظيما يذبح لأصحاب القبور يذبح للجن لأنه يحبه ماذا يحب بالله أحسن ويعظيمه وعندنا ذبح جائز يذبح لأنه جزاق يبيع اللحم جائز هذا ذبح صنع أيضا أن يصرف وعندنا خوف لا يمكن أن يصرف إلا ! لأن الأشياء يحتاجون من ألخاب وحب هذا للحب من أله وكذلك كما في أرضه الذي يجب أن أشياء الله يجب أن يحب بالله وكذلك لماذا يخاف من الله لأنه يؤهم الله وحب هذا المذك المنزل من أنه يتأخرى ويخاف من الله ولا يعمل شيئا حتى ولو كان لا راحد لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والأخبار يعني إذا كان منفردًا ما يراه أحد يخاف من الله لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على السراحر يخاف من النبات ولأن الله سبحانه وتعالى فإننا سبحانه وتعالى يتعالى جدا لكن يكون ذلك الجزء فإن الله carriesانه بشكل شيئا فإنه لأن الله سبحانه وتعالى يقضر مروا فإنه لأن الله سبحانه وتعالى يطالع فهما يريد أن نفسك صاعدة للحضر ونحن الإسلامة حتى في الأدوة المحفظة يتضح البنية الألعاب هناك كثير من الهجذا يتضح البنية سنطلع فهما يريد أن يتضح البنية فهما يريد أن يتضح البنية والعرض فهما يقول في الله في كل حديث يجب أن نعلم أن العبادات لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله وإلا كان هذا هو الشرك الأكبر المخريف من الملك كما نعلم أن نعلم أن نعلم أن نعرف إبارات وإبارات لا يمكن أن تصرفها إبارات وإبارات لا يمكن أن يكون مدى لغير الله إبارات